سعادة النائب عبد النبي سلمان المنعقد بالقاهرة مؤكدا أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير في مملكة البحرين في ظل ما يلقاه من دعم واهتمام كبيرين من جلالة الملك المعظم وبمتابعة مستمرة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وأضاف سعادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تنام اهتمامها مؤخرا بملف الأمن الغذائي وذلك من خلال توجيهات ملكية سامية للسلطة التشريعية لإيجاد حلول ترقى أو ترتقي بجهود جودة حياة الإنسان واستمرار تمتعه بالعيش الكريم وأضاف سعادته أن المملكة ماضية بمجموعة من الخطوات الرائدة في هذا المجال منها تتشين استراتيجية الأمن الغذائي 2020-2030 بالاشتراك بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو إلى جانب تطوير التدابير اللازمة من أجل تخفيف وطأة الاضطرابات التي تؤثر على الواردات منوها بالدور المحوري الذي يطلع به مجلس النواب والذي يأتي مساندا للدور الحكومي والدولي من خلال سن التشريعات وتطوير القوانين الحالية بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية والقطاع الزراعي